اعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهارة ان شاء الله هنلتقي مع موضوع جديد ولكن قبل ان نبدأ في الموضوع الجديد لازم نحل الاول التقويم طبعا كل واحد يجهز التقويم اللي حل المرة اللي فاتت ومعاهي الالم علشان نصححه مع بعض كان السؤال الاول بيقول لي اكمل احتلت دولة ايه بلاد اليمن والعراق؟ ايوه الاجابة برافو احتلت دولة الفرس دولة الفرس السؤال التاني من الممالكة التي قامت في شمال شبه الجزيرة العربية ها الحيرة ايوه والغساسن السؤال التالت اعترفت دولة ايه بالمسيحية دينا نسميا للبلاد دولة تمام الروم طبعا السؤال الرابع تحد حرفة ايه الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية ها تمام حرفة الرع طبعا دلل على صحة العبارة تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية اول ما قلت عددت الديانات يبقى حسرت ايه الديانات اللي كانت ايه منتشرة احنا قلنا اول حاجة الحنيفية ها هي عبادة الله الواحد الاحد الذي لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم اه العبادة التانية هي عبادة تمام الاصنام عرفوها مع مرور الزمن واتخذ كل قبيلة ايه صنع ثم بعد ذلك الديانة اليهودية هي دين سيدنا موسى عليه السلام ثم الديانة المسيحية وهي دين سيدنا عيسى عليه السلام طبعا السؤال اللي بعد كده عرف اهل مكة ومن حولها التوحيد والايمان بالله هيبقى ايه الاجابة تمام حيث كانت شبه الجزيرة العربية ايه مهدا لكثير من الانبياء طبعا نشوف الانبياء زي يمين ونقول امثلة منهم سيدنا صالح وسيدنا هود وسيدنا شعيب وسيدنا ابراهيم وابن اسماعيل عليهم ايه السلام طب السؤال اللي بعد كده بما تفسر سادة النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية ها ها سادة نظام القبلي ليه ها تمام لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة وكان لكل قبيلة شيخ يحكمها وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد فيه في القبيلة ومن اشهر القبائل كانت قبيلة برافو قبيلة ايه ايه قريش فين في مكة ايه السؤال الاخير شهرة سوق عقاز والمجال ها حيث كانت هذه الاسواق ها برافو بجانب التجارة كانت تعقد فيها حلقات الشعر والخطابة وكايت ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء واحنا قلنا طبعا من اشهر الشعراء هو من؟ برافو النابغة الديبياني بكده احنا نكون راجعنا مع بعض التقويم يلا بينا دلوقتي نفل الدفتر ونستعد للدرس ايه؟ ايه الجديد اه ابناء الطلاب النهضة ان شاء الله هنبدأ مع بعض الدرس الاول وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المولد والنشأة طبعا كان في نهاية الدرس اللي فات احنا كنا اتكلمنا عن او كان سؤال في خاتمة الموضوع هل كان العالم في حاجة لمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ام لا طبعا احنا قلنا كان العالم فعلا في حاجة الى مجيء محمد صلى الله عليه وسلم قلنا طبعا ليرشد الناس الى عبادة الله ولنشر مبادئ العدل والرحمة والمساواة والعطف بين الناس لذلك احنا اتكلم النهاردة على مولد النبي الهادي محمد صلى الله عليه وسلم بداية هنتكلم عن مولد الرسول طبعا عايزين نعرف الرسول أين ولد وتاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بنقول أن ولد محمد صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة محل الميلاد فين؟ في مكة يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لابد لازم نحفظ مع بعض يا شباب مكان وتاريخ ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم طب في أي عام؟ عام خمسمية وسبعين ميلادية طب العام الذي ولد فيه الرسول سمي بعام الفيل سمي بعام الفيل طيب عايزين نعرف لماذا سمي العام الذي ولد النبي فيه صلى الله عليه وسلم بعام الفيل؟ أهو ليه سمي بذلك؟ يا شباب؟ أيوة لأن في هذا العام حاول أبره الحبشي هدم الكعبة بجيش كبير يضم عددا من الفيلة وبسبب استخدام الفيلة في جيش أبره سمي عام الذي ولد فيه الرسول بعام الفيل طيب إحنا لازم نعرف يا شباب إحنا الوقت إحقلنا أي شخصية بنتطرق إليها لازم نخطها في اعتبارنا لازم نعرف إيه دورها في التاريخ عندنا السنين طيب لماذا حاول أبره الحبشي أن يقدم على هذا العمل وهو هدم الكعبة؟ بما تفسر محاولة أبره الحبشي هدم الكعبة أبره الحبشي قام ببناء كنيسة في اليمن طيب يريد من العرب أن يتوجه إلى كنيسة التي بنها في أرض اليمن ويترك الكعبة وينصرف العرب عن زيارته وتعظيمه هذا السبب الرئيسي لمحاولة أبره الحبشي الإقدام على هذا العمل ولكن الله حمى بيته الحرام بأن أرسل على أبره وجيشه الطير الأبابيل التي كانت تحمل حجار ضمن سجيل فألقتها على أبره وجيشه فجعلهم كعصف مأكول وحمى الله بيته الحرام من هذه المحاولة وبتعتبر هذه المحاولة هو الحدث العظيم الذي واكب ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولد الرسول يتيما يعني مات أبوه قبل ولادته طيب الموقف اللي توفى فيه أثناء عودته من رحلة تجارية بلاد الشام طبعا احنا خدنا كانوا بيتوجهوا إلى رحلة تجارية لبلاد الشام في فصل الصيف وفصل الشتاء إلى بلاد اليمن طيب أين دفنة؟ دفنة في ياثرب يعني أثناء عودته من رحلة التجارية في بلاد الشام دفنة في ياثرب وده باعتبار أن ياثرب كانت بتقع على طريق التجارة ما بين مكة وبلاد الشام طيب يا شباب بعد وفاة عبد الله ولد الرسول طبعا فرح بمولد الرسول جد عبد المطلب لأن عبد المطلب اعتبر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن والده الذي توفيه طيب عبد المطلب هو الذي سمى الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا طيب هل كان هذا الاسم معروفا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كان هناك أشخاص قبل ذلك أو شخص يطلق يسمى محمدا طبعا لم يوجد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من سمي محمدا وطبعا سبب أن عبد المطلب سمى الرسول بهذا الاسم طبعا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء وطاف به الكعبة لكي يباركه يبقى كده احنا اتكلمنا عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي ولد يتيما حيث مات أبوه عودته من رحلة جرية من بلاد الشام ودفن في يسرب وعرفنا طبعا أنه سمي محمدا ليكون محمودا في الأرض وفي السماء والذي سمى محمدا هو جده عبد المطلب عن الكلمة يا شباب دلوقتي عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين نشوف نسبه طبعا النسب اللي هو العيلة شجرة العائلة امتداد عايزين نشوف الامتداد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم امتد إلى من من هو جده الأكبر حنشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اصطفاه الله اصطفاه من أفضل الأجساب اصطفاه من أفضل الأنساب طب تعالا نشوف نسبه من ناحية الأب من هو الأب هو عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ويمتد نسبه إلى عدنان عدنان ابن من ابن سيدنا إسماعيل وسيدنا إسماعيل ابن من ابن سيدنا إبراهيم أي أن ناسا بالرسول صلى الله عليه وسلم يمتد إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو من نسل إبراهيم عليه السلام وأن سيدنا إبراهيم هو الجد الأقبر للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فهو من أفضل الأنساب طب نشوف الأم الأم من هي أم الرسول ها شباب ها معلومتنا العامة أيها هي السيدة آمنة بنت وهب من خيرة قريش ومن وجهاء قريش لذلك نجد أن الله عندما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه من أفضل الأنساب من ناحية الأب يمتد إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الجد الأكبر للنبي والأم سيدة آمنة بنت وهب من خيرة نساء قريش نتكلم مع بعض الشباب دلوقتي على طفولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتكلم طبعا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب ولد يتيم الأب طبعا وإحنا قلنا والدته وفية أثناء عودته من رحلة تجارية من بلاد الشام ودوفنا فيهن في يثرب طب تعالنا نشوف طفولة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ميلاده كم من عدد أشرف مكة أن يرسلوا بأبنائهم الرضع إلى مردعات في البادية في البادية يعني فين؟ في الصحراء طيب أكيد كان هناك السبب حريصين عليه وهم أن يدفعوا بأبنائهم لمردعات في الصحراء في البادية طيب ما كانوش بيجيبوا المردعات في مكة لا كانوا بيبعثوهم أطفالهم إلى مردعات فين؟ في البادية طب إيه السبب؟ إيه السبب اللي كانوا حرصين على أن هم يبعثوا أبنائهم لمردعات في البادية؟ بنقول لأن العيش في البادية بيقصب الطفل ثلاث صفاء فصاحة اللسان قوة البنيان ورجاحة العقل الصفات الثلاثة دول كان دايما أشراف مكة كانوا حرصين على أن أطفالهم يكتسبوا هذه الصفات بما تفسر كان من عدد أشراف مكة أن يرسلوا أو يدفعوا بأبنائهم لمردعات في البادية لأن العيش في البادية بيقصب الطفل ثلاث صفات فصاحة اللسان قوة البنيان ورجاحة العقل طيب الكلام دا انطبق على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهم كانوا من أشراف مكة كان عائلة النبي صلى الله عليه وسلم جده وأمه كانوا من أشراف مكة طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوه إلى مرضعه من بني سعد في البادية طيب من هي مرضعة الرسول يا شباب؟ من هي مرضعة الرسول؟ هي السيدة أي وحليمة السعدية السيدة حليمة السعدية هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم أقام عند السيدة حليمة السعدية كم سنة يا شباب؟ من اللي عنده معلومات عامة؟ تمام أربع سنوات أقام عند السيدة حليمة كم سنة؟ أربع سنوات ثم عاد إلى أمه يعني عاد رسول إلى أمه وكان قد بلغ الرابعة من عمره طيب الرسول أقام مع أمه السيدة آمنة بنت واب حتى طبعا أقام معها عامين وبالتالي كان الرسول قد بلغ سن السادسة من عمره في ذلك العمر توفيت السيدة آمنة بنت واب ثم انتقل بعد ذلك إلى رعاية من جد عبد المطالب يبقى انتقل إلى جد عبد المطالب والرسول قد بلغ السادسة ظل الرسول في رعاية جد عبد المطالب عامين ثم بعد ذلك توفى من عبد المطالب معنى ذلك أن عبد المطالب توفي وكان الرسول قد بلغ سن أيها الثامنة سنتين على طول السامنة من عمره وكفل عمه من أبو طالب كفل عمه من أبو طالب وهو طبعا إيه حيبقى أبو سيدنا علي بن أبي طالب وحنشوف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه حيبدأ مرحلة جديدة من حياته حيبدأ تجربة جديدة من حياته نتعرف عليه حننتقل إلى مرحلة جديدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عمه أبو طالب طبعا أبو طالب أهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عبد المطالب ورعى النبي واعتبره أحد أبنائه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نقولنا طبعا هو في بيت عمه أبي طالب الرسول كان بلغ من العمر كم سنة شباب ثماني سنوات انتقل في بيت عمه أبو طالب إلى بيت عمه أبو طالب والرسول قد بلغ الثامنة من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى بيت عمه كانت عمه أبي طالب كان فقيرا عمه كان فقير وكثير الأبناء لذلك رأى الرسول أنه يجب أن يعمل ويكتسب لكي يساعد عمه في تكاليف المعيشة لذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته بحرفة راعي الأغنام يبقى الرسول عمل في طفولته بحرفة راعي الأغنام وبكده نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل المسؤولية في ذلك العمر وهو في عمر كم سنة؟ الثماني سنوات بالتالي دولت بما تفسر عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته برعي الأغنام ليه يا شباب؟ لأنه لم يرضى أن يكون عبئا على عمه كان حاله إيه؟ كان فقيرا وكثير الأبناء فخرج ليرعى الأغنام ليساعد عمه ويخفف عنه وبالتالي نعرف أن أولى الحرف التي عمل الرسول بها هي حرفة راعي الأغنام في طفولته ولا شبابه؟ في طفولته طيب الرسول لما عمل بهذه الحرفة في ذلك العمر هذه الحرفة جعلت الرسول يكتسب بعض الصفات وشكلت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لمؤلك من نتائج التي ترتبت على عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفة راعي الأغنام حنشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب صفات إيه الصفات؟ الصبر، التواضع، والشجاعة، والرحمة، والعطر يبقى دي الصفات التي اكتسبها الرسول من حرفة راعي الأغنام أو النتائج المترتبة على عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بحرفة راعي الأغنام ننتقل إلى عنوان آخر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه نحن خلصنا المرة اللي فاتت أو العنوان اللي فاتت كان بيتكلم عن طفولته وكيف عاش الرسول صلى الله عليه وسلم طفولته في بيت عمه والحرفة التي عمل بها وهي حرفة راعي الأغنام طيب عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رعاني شبابه هل استمر في حرفة راعي الأغنام؟ أم زاولة مهنة إيه أخرى؟ هنشوف طيب إيه المهنة اللي الرسول عمل بها في شبابه؟ هي حرفة إيه شبابها؟ أنا عايزين طبعا دايما علومات نعمة عن الرسول الكريم لازم نكون عارفينها يبقى بالتالي هي حرفة إيه؟ تمام التجارة عملها بحرفة إيه؟ التجارة طيب الرسول في معاملاته التجارية في مكة لق عرف عنه الصدق والأمانة ولذلك لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين ونركز مع بعض أن هذا اللقب الذي أطلقه أهل مكة وكريش على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللقب ده مهم جدا على أساس لما يعرض عليهم إيه الإسلام طيب ليه الرسول لقب بالصدق بالصادق الأمين؟ أيوة ليه؟ لأنه عرف عنه إيه؟ برافو لأنه عرف عنه العفة والطهارة ورجاحة العقل والأمانة والصدق وطبعا الصفات دي لا بد أن نقتضي بالرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وأن نتصف بها من عفة وطهارة ورجاحة عقل وصدق وأمانة طيب هذه الصفات وصلت إلى ما سامع من السيدة أثرية صاحبة التجارة التي سمعت بالرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة من؟ السيدة خديجة بنت خويلة أرسلت له لعندما سيدة خديجة لما سمعت بالصفات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت له خادمها اسمه إيه؟ من يعرف؟ أيوة اسمه إيه؟ ميسرة أرسلت له خادمها اسمه إيه؟ ميسرة طيب بعثته له للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يطلب أن يأتي السيدة خديجة لكي يتاجر إيه؟ في مالها طبعا هذه الصفات أي حد يسمع عن أي حد بهذه الصفات طبعا هيصق إيه؟ طيب وبالفعل خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في أول رحلة تجارية لبلاد الشام وكانت السيدة خديجة قد أوصت ميسرة بأنه يتابع ويراكم الرسول صلى الله عليه وسلم وفا طبعا عندما عاد الرسول وميسرة من هذه الرحلة التجارية طبعا ميسرة قصة على السيدة خديجة ما رآه على النبي صلى الله عليه وسلم والأرباح التي جنوها من هذه الرحلة فطبعا أعجبت السيدة خديجة بالرسول وبأمانته وتزوجت السيدة خديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم طيب هذا الزواج أثمر عنه طبعا أبناء الرسول من السيدة خديجة ولدان هما أيوة القاسم وعبد الله لازم نعرف الحاجات دي يا شباب معلومات لي نحن مش عشان بندرسها لا دمفود دي يا معلومات احنا لازم نعرفها هما من القاسم وعبد الله ولكن طبعا أبناء الذكور من سيدة خديجة طبعا ايه توفى كل من القاسم وعبد الله أما البنات فطبعا احنا المفروض أكيد عارفينهم مشهورين جدا السيدة زانينام والسيدة رقية والسيدة أم كاثوم والسيدة يا فاطمة وبكده نكون انتهينا من موضوعنا الخاص بالدرس الأول الرسول صلى الله عليه وسلم النشأته وشبابه وننتقل طبعا ايه قبل ما ننتقل الى الدرس الاول تقويم طبعا عايزين طبعا ايه نعمل سرد للجوز اللي احنا خدناه طبعا احنا عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في طفولته بحرفة راعي الاغنام وطبعا ايه السبب انه عمل بهذه الحرفة اه ايا شباب ايوة اللي كان لان عمه كان فقيرا وكثير ابناء فارد ان يخفف ايه العبء يعني عمه طيب عمل الرسول بهذه الحرفة هل كان لها تأثير في تكوين شخصية الرسول طبعا اكتسب صفات الصبر والشجاعة والرحمة والعطف طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى سن الشباب قلنا عمل به التجارة طبعا الرسول من معاملاته التجارية في مكة عرفة لقب بالصادق الامين من معاملاته طبعا طب ليه لقب بالصادق الامين ها بما تفسر لانه عرف عنه العفة والطهارة ورجاحة العقل والامانة والصر هذه الصفات وصلت الى مسامع السيدة خديجة اه التي كانت ثرية واكلة لها تجارة معظمة فارسلت لها خادمها اسمه ايه ميصرة نحفظ مع بعض الاسم ده علشان يطلبه ليكن يخرج ايه 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 يتاجر ايه في مالها وطبعا بعدما جعاد ميصرة اخبر السيدة خديجة بما رأاه على الرسول صلى الله عليه وسلم والارباح التي جناها والخير الذي عاد به من هذه الرحلة التجارية فاعجبت باخلاقه وبامانته وتزوجت السيدة خديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم وانجب منها القاسم عبدالله واربع بنات ومسيدة زينب وروقية وامو كاثوم وفاطمة وكده نكون انتهينا من درسنا النهاردة وننتقل بعد ذلك الى اسئلة التطبيق اه نشوف مع بعض شباب دلوقتي التقويم اه السؤال الاول اكمل ما يأتي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه المكان طبعا انتولد فيه يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر ايه طبعا الشهر العربي عام خمسمائة وسبعين ميلادية اه ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم لعيش في البادية عند السيدة من شوف مردعة الرسول السيدة من توفي عبدالله والد الرسول اثناء عودته من رحلة تجارية لبلاد شوف كان في رحلة تجارية لبلاد اليه ودوفنا فين طب بما تفسر محاولة ابراء الحبشي هدم الكعبة كان من عدة اشراف مكة ان يرسلوا ابنائهم لمرضعات في البادية عامل الرسول بحرفة راي الاغنام السؤال الاخير ماذا كان يحدث اذا لم يقم ابراء الحبشي بهدم الكعبة وبكده نكون انتهينا من موضوع الدرس الاول نتمنى ان انتو طبعا تحلوا تذكروا كويس وتحلوا التقويم ونلتق ان شاء الله في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته